مين مننا ما بيستهلك شهريا القهوة الصابون مع جول أسنان الشامبو إلى ما هناك من المستهلكات أساسا اللي نستهلكها بشكل يومي طيب لحنا نستهلك دائما وتعودنا وندفع ناخد منتج وخلص لا اليوم لحنا مثل ما ذكرنا قبل شوي مع فكرة فعلا زكية رائعة جدا من خلالها بإمكانك بس من خلال تبديل مستهلكاتك وتبديل مستهلكات من حولك أصدقائك معارفك وأقاربينك ومن ثم الأشخاص الذين تتعرف عليهم كل وقت من حيل لآخر فلذلك اليوم أنت بدل مستهلكاتك واستهلك بشكل حكيم من شركات البيع المباشر يلي هي عم تشارك معك الأرباح وهي الفكرة بحد ذاتها مثل كرة التاج بتكون صغيرة بالبداية وبتكبر فأنت أول ما بتستهلك حتكون لحالك بعد مننا حتقول للأقاربين هيك هيك في شركة بتعطينا أرباح على مستهلكاتنا ما عد نستهلك من الأسواق طيب أوكي وفهمتوا من طريقة هاي البزنس فهمتوا أنه هذا العمل هو مستقبل كبير بدر أرباح كتيرة مع توسع الأشخاص الذين سوف يستهلكون عن طريقك فلذلك غيرت مستهلكاتك غيرت مستهلكات الأشخاص اللي حولك والأشخاص اللي حولك أيضا فهموا هذا الأمر وغيروا فلذلك لاحظ كرة التلش تبعك إديش حتكون صغيرة وتكبر هذا الشيء على فكرة بلجت فيه الفيديو تبعي ليلتلكون أنه اليوم عملوا عمل حر قدام وظيفتك بس بيوم اليوم حتخلى عن وظيفتك وهذا الشيء اللي احنا اليوم عشناه وشايفينه وأنا بالنسبة لأي فضل الله عز وجل حققت النجاحات بهذا الأسلوب تماما بدلت أول شيء مستهلكاتي كنت أنا عندي عمل معين تركته الحمد لله رب العالمين تفرغت الآن لهي الشركة وأنا فعلا بشكر ربنا سبحانه وتعالى أني تعرفت على هذا العمل العمل رائع ناجح لا يتطلب منك رأس مال معدات تفرغ لا يتطلب منك إلا أن تبدل مستهلكاتك فقط لا غير وتقتنع بهذا الأمر وتحاكي كل من من حولك أنه يبدلوا معك المستهلكات وأيضا هنين يعيدوا هاي الفكرة ويعيدوا هاي التجربة مع الأشخاص اللي حولهم فلذلك كل شيء هيجي عن طريقك ويبدل مستهلكاته الشركة عم تسئلك أنا بشاركك أرباحهم بشكل دائم أي مستهلك يستهلكوه شهريا على مدى الحياة حتى يعني في بعض الشركات تورث العضويات يعني عندك عضوية بأي الشركة وعندك شجرة كتير كبيرة من المستهلكين بعد عمر طويل توفيت تورث عضويتك لأطفالك وأطفالك بيستفادوا منها من بعدك